مونتي كارلو الدولية وفي برنامجنا كافيشو ضيفنا اليوم الدكتور نادر إسراج الذي كنت أتمنى أن أستضيفه للحديث عن إصدارات عن كتب ولا يزال يصدرها ولكن بيروت ولبنان بشكل عام بيروت بشكل خاص التي تعاني بيروت التي كتب عنها ووصفها بأنيسة المدن وأم الشرائع والكثير من الصفات اليوم لابد أن نتحدث عن بيروت عما تعانيه دكتور نادر إسراج أهلا وسهلا فيك ومثل ما قلت كنت أتمنى أن نستضيفك بظروف أفضل كتير شكرا لمنصة مونتي كارلو المنصة العربية والدولية الرحبة التي تتسع لنحكي ونعطي رأي بأحداث بوقائع وبتاريخ اجتماعي للحواضر العربية بما فيها بيروت بيروت هذه المدينة يبدو وطبعا للأسف محكومة عليها متل كتير كمان من مدن عربية ولكن هي تحديدا أن تعيش كل كم سنة فينا نقول كوارث الحرب ويلات الحرب وتحدثت الحقيقة بالعديد من إصداراتك ولابد أن نتوقف مثلا عند كتاب بيروت جدل الهوية والحداثة التي تحدثت فيها عن هذه المدينة بين حربين كونيتين ولكن بيروت بين هالحربين كانت عم تتطور عم تتقدم العلوم إلى ما هناك الانفتاح التطور بيروت اليوم تعيش مأثاة الحرب وكوارث الحرب فماذا تقول عن هذه المدينة اللي عم تفقد عمرانة عم تفقد تاريخها عم تفقد تراسة كيف بتصنفها اليوم؟ الحقيقة أنا في أقول أنه اللغة والثقافة وحتى البحث اللساني اللي أنا منشغل فيه والتاريخ الاجتماعي للحواضر العربية الإسلامية ما بتخلي الإنسان أنه يغيب عن ظهنه وعن عمله أنه في حضارة عم تتعرض للانتهاك في مدن ربما سنرث فيها اليوم أو غدا وفي أمكني عم نودعها من حياتنا لماذا؟ لأنه بيروت اللي عم نحكي عنها اليوم واللي حكيت عنها بكتاب وكتاب قبله اسمه أفندي الغلول هي اكتسبت ثلاث سمات رئيسية التواصل أو التعارف العيش المشترك ولقاء العام والخاص فيها نحن نرى اليوم بعين العام 2024 وفي هذا الخريف الدامي أنه هذه السمات المدينية المحضة التي تتواجد هي عرضة الانتهاك للتدمير للتغييب ماذا يجري؟ يجري الآن محاولة تمس هوية المدن العربية لا يمكن أن تقوم المدن العربية إلا من خلال الاعتراف بسمات التفارق التغاير العيش المشترك والمصالح المشتركة لمواطنيها ماذا نحن نشهد؟ نشهد اليوم سعي لتدمير المعمار سعي لتسطيح الهوية سعي لإذابة المختلف المشترك والمختلف في الشخصية المدينية أينما حلت هذا يعني أن هناك هجمة ثقافية وهجمة تدميرية على الشخصية المدينية أيا كانت كنا نتكلم عن بيروت اللي هي ما هو الفؤاد واللي هي جامعة العرب كل العرب أو أن نتكلم عن أي مدينة عربية جريحة اليوم نعم مفهوم المدينة العربية دكتور نادر هويتها كل مدينة لها هويتها ولها سميتها فهل ممكن مما يجري اليوم في المنطقة بشكل عام أن نفصل ماذا يجري ما هو هذا المفهوم اللي عم نشهد فيه تغييرات كبيرة عن تغيير المعالم عن تغيير يوميات الناس تغيير يوميات الناس تغيير معاش خلينا نرجع دائما للمقول الخلدوني أنه كيف المدن هي الحاضنة لتطور أحوال المعاش أو المعيش أو المعيوش هذه المدن هي التي تشكل أفرادها وأفرادها لا يتشكلون إلا في حما هذه المدن بدن تحتوي المختلف والمؤتلف في آن معا ماذا يتشكل اليوم ماذا يحدث اليوم ننقسم إلى قبائل ننقسم إلى حواري ننقسم إلى مناطق مختلفة أو جعلات مختلفة يعني الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية ولكن طالما ذهبنا بعيدا في هذه الاختلافات وركزنا على يعني جعلنا جانبا كل المشتركات الحياتية أو الإنسانية في معاش الإنسان كلما جعلنا هذه الملاذات الحضرية عرضة للتفتت ماذا يحدث؟ الأمر ليس في تدمير ممنهج للممتلكات وللمعموار وهذا أساس ولكن التدمير الممنهج في النفسيات في وسائل العيش في النمط الاجتماعي في ضرب الخلية الأولى وهي العائلة في تشتيت الأفراد في إزاحة الأفراد عن أماكنهم التي ولدوا ونشأوا وعاشوا وعمروا المكان فيها ويحاربون من أجل بقائها يعني عندما يكون هناك حرب هذا المرتبط بأرضه يحارب من أجل إبقاء أرضه صحيح نحن نعلم أن اللغات والشفرات الاجتماعية يعني السيميائية تتغير في الصدع عندما يحدث صدع اجتماعي وهذا طبيعي ولكن اليوم ماذا يحدث؟ يحدث حروب مدمرة لكل شيء الإنسان بات منفردا بات ضعيفا بات بغير قوة معنوية تسانده عندما يتشتت المجتمع يتوزع الأفراد لا تعود تلك الأواصر والالتحامات موجودة في الخلية الأولى وهي العائلة ومن ثم الحي ومن ثم المدينة ومن ثم البلد وكل هذا يحدث نوع من الانشطارات بيروت نزلت بها ويلات وغزوات وانشطارات وأحداث ولكنها لا تزال شأن وشأن أي مدينة عربية تؤمن بخواص التشارك وبالثوابط ثوابط قول وفعل مع تطور هذه المفهوم المدن العربية ليست مؤسطرة أو مثالية المدن العربية على توزعها اليوم تحافظ قدر المستطاع على سمتي تجانس والتنافع والتنوع تحاذر الشقاق والتخاسم لذلك فبيروت وغير من المدن المعانية اليوم وأنا أحيي الصمود الأهالي في لبنان في الدول العربية في كل المدن في الأطراف في القلب أحييهم لأنهم جميعا يعبقون بروح المدن الأصلية ويدفعون الثمن لهو عم تدفع بيروت ثمن الانفتاح على الآفاق الرحبة للتمدن والتصالح والتسامح ودكتور نادر سراج طبعا بكتاباتك وأبحاثك بتعتبر أن المدن معمورة بناسها صحية بحكاياتهم بذكرياتهم بعمرانهم بهويتهم وبثقافتهم يعني عم بحكي وهكي بحس بقشعريرة لأنه ما نعيشه كتير صعب فأين هم الناس في حال تهجيرهم أين يبقى من ذكرياتهم في حال ما عاد بقي شيء من هالذكريات اللي عم بيحاولوا يعني بالنتيجة هي في ذاكرة جماعية يجب اليوم نحكي فيها كمان سيدتي لطالما قال لنا أساتي زلتنا في السربون أنا درست في الثمانينات في باريس كبار السن هم مكتبات شعبية متجولة فلنحافظ عليها أنا أعيد وأكرر بصيغة أخرى ذكرياتنا نحن نحملها معنا هي معنا في تطواف دائم للأسف نلاحظ أنه اللبناني أو العربي بشكل عام عندما يهجر وللأسف سمعت اليوم رقم هائل أنه من إخواننا الجنوبيين في حوالي المليون شخص قد تهشروا يحملون معهم مخفة وغالية بالنسبة إليهم ولكنهم لا يتناسون الذكريات كل المادة المجموعة في كتاب بيروت جدل الهوية والحداثة هو نتاج ذكريات تركها الأسلاف تركوا قصصات تركوا جوازات سفر تركوا رسائل تركوا بطاقات بريدية تركوا حكايات صور كمان كل تلك هي أساس التأريخ الاجتماعي للمدن والحواضر العربية والإسلمية لذلك أنا حري بكل الناس أن تحافظ على هذا الإرسل هذا الكلام يقال في أزمينة السلم ولكن حتى في أزمينة الحرب أنا بلاحظ وعلينا أن نتوافق أن الذكريات نحملها في العقول في القلوب في الممارسات في الكلام خلينا نتمسك بكلامنا اليوم العفوي هذا ليس معيبا أن نحافظ على هذه الهوية الهوية تبدأ بالقول بطريقة التعبير طريقة الجلوس بالغذاء بكل هذه الشفرات الاجتماعية كما يسميها السيميائيون فالمحافظ عليها قديما قيل الجنة بلا ناس مبتنداس فلنترك الجنة على حدة ولنقول المدن بلا ناس مبتنداس عندما تفرغ مدننا من أناسها الأصليين فهي لا تعود عامرة لا بالحياة ولا بالقيام ولا بالمبادئ ولا بالمثل الاجتماعية يعني كمان لفتني قضية الكلام الناس لأنه حضرتك أيضا متخصص بهذا الموضوع وتعمل على هذا الموضوع بإصداراتك دكتور نادر سراج يعني نحن عم نحكي عن الحاضر بس ما بعتقد أنه في كتير إشياء من الماضي ما زالت عندما تتحدث عن لبنان عن بيروت تحديدا ما بين الحربين الكونيتين في كتابك جد الهوية والحداثة منحس أنه توالت الأيام تتوالى العهود والناس ما زالوا يعيشون ويلات الحرب وكتابك صدر كمان نذكر بعد انفجار الرابع من آب ما زالنا نعيش تداعيات هذا الانفجار إلى اليوم ليصاب الناس بانفجارات أفضع بكتير يعني أنا لفتني سيدتي العزيزة أنه الصديق العزيزة المستشق فرنك ميرميه عندما تفضل بكتابة تصدير لكتابي أنهى التصدير بجملة كتير معتبرة لم تخطر ببالي أنه كتاب نادر سراج هو نوع من إعادة تذكير اللبنانيين هو نوع من محاولة جعلهم يعيدون التفكر في ماضيهم لأن هذا الماضي موجود ولو بأشكال أخرى ولو بصيار أخرى ولكنه يحفر عميقا في ذاكرة الناس وفي الذاكرة الجمعية للناس لا يمكن أن نتناسى صدف بقولك علنا يعني أني أنا من موليد 1948 يعني ولدنا في النكبة وما زلنا نعيش هذه الحروب اللي مرت علينا ولن تنتهي بيتمنى أن نتصل هذه الحروب إلى أولادنا وإلى أحفادنا نعود لكلامك اللي عم تتفضلي فيه الكلام نحن نهاجر والحقيبة التي في أيدينا هي لسان ذرب وذكريات جميلة ولهجة لا تتخلوا عن لهجاتكم الأصلية لصالح العولمة ممكن أن تكون هي أداة تواصل عائلي أداة تواصل محلي ليه؟ لأنه هي اللي بتعبر حقيقة في عنا بلغتنا العربية شيء اسمه الإزدواج اللغوي عنا مستويات لغوية إلها وظائف بالحياة اليومية ولكن حقيقة الإنسان هي ما يقوله بشكل عفوي وتلقائي وهذا لا يظهر إلا في حالات الصدع الاجتماعي وفي حالات الانفعال وفي حالات الأزمات نعم بالنسبة لك دكتور نادر سراج نتحدث عن ما ذكرنا قبل قليل ولكن نتحدث الآن عن التداعيات يعني ما بدنا بس نكون بالماضي وتذكر الماضي لأنه هذا الماضي للأسف ما عم نقدر نصنع منه لا حاضر ولا نستشرف المستقبل فكيف يعني نظرتك كأنتروبولوجي كمتخصص باللسانيات كمتابع لحياة الناس بأبحاثك عن المدن عن عاصمتك أنا أقول أنه المكون اللغوي أساسي بتكوين الشخصية عربية كانت أم لبنانية أم غير ذلك يعني الهوية تبدأ من الكلام الذي ننطق به الذي نتواصل من خلاله الذي نتعلم به الذي نكتشف بواسطته المدن العربية وغيرها تحافظ دائما على شخصيتها من خلال تمسك بهذا المكون اللغوي من خلال تمسك بمنظومة أعراف وتقاليد من خلال تمسك بقيم أخلاقية هذا كله يبني الشخصية ويبني من خلال مفهوم الإعمار يعني البيت ما هو فقط أربع جدران وسقف البيت هو نوع من مراح نوع من ملاذ يعود إليه الإنسان كي يستريح يستقل يستقر إلى ما هناك كل هذه الأمور يجب أن تكون في خلفية الإنسان العربي عندما يعاني كلنا نعاني لذلك أنا أقول بكل دراساتي حاول تركز على الخلية العائلية أبطالي أبطال كتابي بيروت جدل الهوية والحداثة هم ناس عاديون التاريخ الاجتماعي لا يتوجه فقط إلى المسؤولين وإلى الكبار وإلى الأمراء وإلى الرؤساء عليه أن يدخل في مسامات النسيج الاجتماعي للمدن يعني الطبقة البرجوازية أو الطبقة المتوسطة فما دون لأنهم هم الذين يصنعون وقائع الحياة اليومية في المدن لطالما غيبوا لطالما كانوا على الهامش أنا جعلت من الهامش متنا ومركزا لأن الأبطال الفعليين في الأحداث العظام هم الناس والناس بأكثريتها هي من طبقات متوسطة وما دون هم الذين يغيرون هم الذين يحرقون الشوارع هم الذين ينحتون اللغة هم الذين يطورون في تراكيب اللغة وهم الذين يصنعون الحياة في السابق قالوا لنا أن الرزق عند تزاحم الأقدام لا يمكن أن تكون قائمة للناس إلا في الاجتماع البشري السوق هو جزء من اجتماع بشري المدينة هي الحاضن الأكبر للاجتماع البشري الجامعة المدرسة بيئة العمل الكنيسة الجامعة كلها تؤدي إلى صهر هذه المكونات اللغوية والاجتماعية والثقافية في بوطقة واحدة هي بوطقة المدن تأتي الحروب ونحن نعيشها اليوم لتحاول أن تشتت هذه المكونات من لاحظ أن ناس تعود إلى خلفياتها في الأزمات تستذكر خالقها تستذكر يعني مشتركاتها الإيمانية في هذه الأزمات ولكنها في كل هذه المراحل لا تتخلى عن لغتها وأنا أشدد علينا أن نتمسك بمرتكزنا الهوياتي اللغوي لأنه الأساس طبعاً اللغة حللتها بالكثير من كتاباتك دعنا نتحدث عند هذه اللغة المرتبطة أيضاً بهويتنا مفاهيم الهوية الكينوني الانتماء عند الناس كيف تراها اليوم في إطار هذه المدينة العربية وفي إطار أيضاً بيروت لأنه بما أنه عم نتحدث عن جدل الهوي إذن في جدل ما منذ العقود الماضي سيدتي أنا حدد لإنساني عظيمي بتاريخنا اللغة والفكري هي ميز يدي ميز يدي كتبت في مجلة الهلال في العشرينيات على ما أعتقد عن أنه مستلزمات الحضارة الحضارة تأتي إلينا بآلياتها بمخترعاتها ولكن تأتي إلينا بمسميات غير موجودة في الواطنين ماذا نفعل؟ كان عندنا أمرين إما أن نبقي على الإفرنجي كان يقوله الساعة كذا إفرنجي ما كان يقوله الساعة العربية أو الغربية كان يقوله إفرنجي واللباس إفرنجي ونحن ما ضل عندنا إلا الحمام الإفرنجي والنجار الإفرنجي إلا ما هناك هذه درستها مطولة إذن كان عندنا أمرين إما أن نبقي على هذا الوافد الغريب المقترد يعني كما هو نحاول أن نعربه لأنه يسر تلفظه عند العامة وإما أن نعرب هلأ مشكلة التعريب يجينا شخص مثل حليم دموس وأمثاله وإبراهيم المنظر حاولوا يوجهوا القدرات نحو تعريب ممنهج يعني قابل للسمع يعني كلنا كنا نمزح ونقول أنه السندويج هي الشاطر والمشدور ومن بينه ومن الكامخ هذا النكتي منح حقيقي ولكن في مجال ذكرت أنا أنه حليم دموس قالنا بـ 23 أنه خلينا نسمي الهاتف المواج طب هذه المواج ما مش هي الحالة طرينا نظلنا نقول إما التليفون أو الهاتف فيما بعد لما وصلنا للسليلور العرب اختلفوا عليه منقول المحمول ومنقول الجوال ومنقول إلى كذلك بس نحن نقول في اللسانيات أنه مهما اختلفت المدليل فمهما اختلفت الدال فالمدلول واحد يعني بالنهاية نحن عارفين شو هي الآن فهمانين إن شو المقصود عال لذلك العرب وجدوا أمامهم أمور عديدة منعرب منسهل منترجم أو مننطق باللغة الأجنبية هذا كله مشي بتدرج التاريخي اللغوي ولكن ماذا يحدث؟ يحدث اليوم نوع بدي سميه أنا التشوهات اللغوية يعني جينا جديد حاول خرجنا من التاريخ المدني للتاريخ العمراني المدني لنحكي شوي بالسوسيولينجوستيك بين الألين أنجست كتاب اعتز فيه عن بدخل اللسانات الاجتماعية بيصدر خريمة إن شاء الله عن المنظمة العربية للترشب ماذا يحدث؟ عنا تشوهات لغوية الناس في عنا قاعدة لغوية بتقول أنه دائما يذهب المرء المتكلم للطرق الأسهل في النطق نحن عنا لثويات الفاء والذيوظة لا ننفوذها بلهجتنا نروح للأسهل اللي هي السين والتاء والغير عالم ماذا حدث لجيلنا جديد؟ فضل أن يبتدع شيء من سميه العربيزي أو العربيزية ليس هالأمر خاصة في قضية التواصل الاجتماعي على المفاتيح لوحات المفاتيح نعم هذه بدأت نوع من ولع بعدين صارت دلع للأسف هذه بتأثر على المكون اللغوي هي وأمثالها عندما تنتقل من نسق كتابي إلى نسق تواصلي إلى نسق شبه رسبي نعم يعني من الأشياء اللي لازم نلتفت إليها خرجنا من قصة العزمات لا نحكي بقصة لغة هي هذه الأمور نعم أجدادنا وأسلافنا انتبهوا لقصص التعريب وانتبهوا لقصص الترجمة وكانوا جديين وكانوا على شيء من الدقة والسلاسة والسعي المحافظة على روحية اللغة العربية نعود يمكن كل وقت عم بداهمنا نتحدث قليلا عند ما بدأت به حضرتك دكتور سراج حكيت عن العيش المشترك عن قيم التسامح إذن أديش يعني قيم التسامح والانفتاح لنعود مثلا ببيروت مثل ما عم تقول سميتها كمان أم المدن والانفتاح تعاطت بنجاح مع هذا الموضوع بين الحربين الكونيتين وقديش ممكن مثلا هذا قد يؤثر عليها اليوم سلبا هذا الانفتاح الكبير يمكن أخذنا كمثال الآن ذكرت قضية اللغة أنه عم بيصير كتير إضافة كلمات خارج لغتنا بيأثر عليها اليوم هذا المفهوم يعني الانفتاح بشكل كتير نحن قرية كوية نحن لا تثريب على اللغة العربية لأن اللغة العربية إلها وظيفتين أساسية هي ناقلة وحاملة للنص الديني هذا لا خلاف عليه واثنين هي لغة تواصل العالم هي لغة تواصل اليوم للعالم العرب لذلك تحافظ قدر الإمكان وعند قدرة استيعابية هائلة للتشدد ولمحاولة التعبير عن احتياجات أهلها المتغيرة على الدوام هذا من حيث المبدأ ولكن من حيث الممارسات يجب الالتفات إلى المراكز الجامعية المراكز العربية المهتمة بقصص تدريس اللغة أنا خضت تجربة كثير جيدة مع مؤسسة الفكر العربي من حوالي السنة أصدرنا كتاب حول تدريس العربية لأبناء المهاجرين يعني حاولنا نجيب أمثلة ماذا يحل بهذه اللغة خارج أوطانها اللغة داخل أوطانها في علاية إشكاليات ولكنها قابلة للحل ولكن خارج الأوطان هل يهتم العرب بتدريس أبنائهم اللغة الأم كما ينبغي لغايات دينية وغير دينية لغايات تواصلية هون الاهتمام اللي لازم نبديه نحن ككل كمجتمعات عربية لمكوننا اللغوي العربي لماذا هذا الاهتمام باللغة تدريسا إذا كانت متوطنة أو إذا كانت مهاجرة لأن الإنسان لا يحمل في حقبته إلا أغاني فيروز الكتب الترافية الكتب الإيمانية بيحملها معه لأنه هي أساس تكوينه وأساس انتمائه وهي اللي بتشكل هويته اللغة هي دائما بشدد هي الأساس وبما أنه ذكرت حضرتك مؤسسة الفكر العربي كتابك الشباب ولغة العصر دراسة لسانية اجتماعية حزت فيها على جائزة أفضل كتاب عربي وأيضا جائزة التمييز العلمي من المجلس الوطني البحوث العلمية في لبنان ربما ممكن بالآخر لابد أن نتوقف عند المدارس المدارس اليوم ملأة باللاجئين ملأة بالنازحين عام دراسي لا نعرف ما هو والمدارس توقفت عنها يعني كمان بكتابك بيروت جدالهوية والحداثة نعود إليه بكتب أخرى هذه المدارس اللي هي معقل التقدم والتطور وإنشاء أجيال أبدعت فكمان كأكاديمي حضرتك أدي خوفك على هذا الأمر والله سيدتي أنا خوفي على أمر التربية والتعليم كبير ولكن خوفي على وطني أكبر وخوفي على مستقبل مدننا العربية أكبر الضرورات تبيح المحظورات صحيح أنه المدرسة هي أبنية وجدران وصفوف وأدوات ولكنها أيضا روح للتقدم روح للنقاش الفكري المسؤول روح للتعلم والتفاقف هذه الغايات محمودة ومقصودة في أيام السلم ولكن في أيام الحروب يمكن علينا أن نعترف ونقدر ما تقوم به الدولي أو غيرها أنه ليس لدينا ملاجئ كافية ليس لدينا إمكانيات لاستقبال ألوف مؤلفة سمعت اليوم يمكن بلشوا يؤوهم بالمدن الرياضية اللي قائمة في لبنان على الدولة أن تهتم بمواطنيها أن تسكنهم أينما كان إذا كانت هالمدرسة هي مصهر للأجيال الجديدة لتعليمهم ممكن أيضا تكون ملاذ لإسكانهم في هذه الحقبات الزمنية المتفجرة ممكن كتير يكون معهم كتبون ممكن يكون اليوم تعرفي الدرس عم بيكون أو التفاقف والتعلم عم بيكون أيضا عبر الانترنت عم بيكون عبر التليفون عبر الأوردينتور يعني اختلفت الأمور كلنا تهجرنا وحملنا ما حملنا معنا اليوم الحياة صارت أخف المدرسة إلى دور صهر إلى دور جمع إلى دور تعليمي ولكن إلى دور احتواء هذا ما أسميه أنا الاحتواء الإيجابي وسأختم تقول أنه باتفاق سيكس بيكون مثلا لم يؤدي فقط إلى تقسيم المنطقة هذا يعني طبعا رأيك بل حتى إلى تقسيم أفراد عائلة واحدة اليوم وطن العربي بتعتبره مقسم أكثر فأكثر سيدتي عندما ينال وفي خطة جديدة يمكن منطقة شرق أوسط جديد عندما ينال التقسيم الخلية الأولى له العائلة أنا عندي ابنة في فرنسا وابنة في الخليج وأنا وزوجتي نطوف ما بين الإبنتين عم بغطي مثال بسيط يعني وكل العائلات تشتتت لم يعد الموطن أو المدينة أو البلدة أو القرية هي الحاوي الأساسي لأفراد العائلة صار العالم كله هو التطواف العمل يعني الناس تلحق بأعمالها الناس تلحق بالأسواق أسواق العمل أين هذا إذا تكلمنا عن بلد آمن كيف الحال وكيف بالأحرى عندما نتكلم عن بلد متفجر لم يعرف أبنائه على مدى لبنان الكبير يعني مائة سنة عشر سنوات من الراحة والاستقرار والأمان لكي يعيدوا إنتاج جبران خليل جبران وكافة هؤلاء المبدعين العرب سؤالي الأخير طبعا هو للأسف الوقت كنا نتمنى يكون أكثر يكون لنا لقاءات أخرى بيروت كنيت بالعديد من الألقاب ينبو على الثروة والتقدم والتعليم العصري وطبعا على ألسنة العديد من المسؤولين إن كان عرب وأتراك وأجانب در في تاج آل عثمان مثلا زهرت سوريا مرضعة العلوم باريس سوريا مدينة الكتاب والعلم وسنختم مع شاعر بيروت عمر الزعني اللي اعتبر زهرة في غير أونها ما زالت زهرة في غير أونها الحقيقة أنا من المعجبين بهذا العبقري وللأسف لم تصدر له الدولة اللبنانية طابع بريدي حتى الآن لعمر الزعني أنا سميته صناجة المدينة مهم عمر الزعني يقول ويرفي وهو إنسان ساخر وناقد اجتماعي وأصلاحي بيروت زهرة في غير أوانها بعد خمسين سنة ما زلنا نردد هذا الأمر هي زهرة فواحة تفوح عطرا وفكرا على العالم العربي وحتى على العالم ولكنهم ولكن قوة كبيرة تحول دون أن تفوح هذه الرائحة المعرفية لبيروت وتعاود دورة في نسيج العربي وفي دورة المعولة شكرا لحضورك دكتور نادر سراج ونتمنى طبعا السلام الأمان لكل أوطاننا العربي ونحن نعيش في ظروف جدا صعبة فشكرا لما قدمت لنا أيضا من أمل ربما عن المدن العربية وعن المدين العربية وعن مدينة بيروت شكرا لك ولإزاعة منتكره وللمستمعين الذين أرجو أن ينزل هذا الكلام يعني بردا وسلاما خاصة المعانين منهم وأقول أن ما كتبت عن بيروت اليوم وفي الماضي هو تاريخ اجتماعي وأتمنى أن تتاح الفرصة للعديد من الجامعيين والمراكز أن يطلعوا على مضامين هذه الكتب وغيرها وسلامي لبيروت الحسينة والتي ستعاوض النهوض إن شاء الله